بعد سنوات من تلك إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير جاء مشروع طريق التنمية ليكتب شغالة ميلاد جديدة لمشروع الميناء حسب ما ظن بعض المتفائلين به إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة إذ ترى بعض الجهات المحلية والاقليمية في طريق التنمية تهديدا لمصالحها وبحسب تقرير لمنتدى الخليج الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقر الله فإن طريق التنمية بين العراق وتركيا وأوروبا ومشانها أن يعيد تشكيل الشبكات اللوجستية التي تربط الخليج بأوروبا وهو أمر يهدد نفوذ إيران الإقليمي ومصالحها الاقتصادية لا سيما في العراق طهران التي يتغلغل نفوذها بمختلف القطاعات في العراق منذ الغزو الأمريكي ترى مشروع طريق التنمية بمثابة محاولة من جانب تركيا لتعزيز نفوذها في بغداد على حسابها وهو أمر قد يدفعها على الأرجح لاستخدام أدوات نفوذها في العراق من سياسيين وأحزام وميليشيات موالية لها بهدف تخريب المشروع رغم ما ينتظر منهم من تحقيق عائدات اقتصادية كبيرة لصالح العراق وبالطبع فإن ثم تصراع نفوذ إقليمي تظهر آثاره خلال الدعم الإيراني لميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنف إرغبيا من قبل أنقرة والذي ينشط في مناطق شمال العراق وسوريا ويخوض حربا انفصالية ضد الدولة التركية منذ عشرات السنين هو اختبار لإرادة وولاء السياسيين في العراق إذن اختبار تتحدد نتائجه بحسب ما يرجحه هؤلاء السياسيون فهل سيرجحون كافة المصلحة العراقية ويمضون قدما في تنفيذ طريق التنمية الذي من المفترض أن يجعل العراق أحد أهم الممرات التجارية في العالم بحسب الخبراء أم سيواصل عراق المحصصة هويته في الدوران في فلك النفوذ الإيراني دون النظر إلى مصالح الشعب العراقي؟